اشهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالعلاقات الأخوية التاريخية التي تربط بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة والتي تحظى بكل رعاية واهتمام من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة مهنئا سمو وحفظه الله بمناسبة فوز السعودية بتنظيم واستضافة كأس العالم 2034 خادم الحرمين الشريفين ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وأخاه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة بهذا الإنجاز الذي يؤكد استمرار النجاحات الكبيرة التي حققها الأشقاء في السعودية وأعرب السموه عن ثقته بأن كأس العالم 2034 سيكون حدثا مميزا في ظل التميز الذي تحققه السعودية في استضافة وتنظيم كبرى الفعالية الرياضية العالمية وما تمتلكه من رؤية طموحة وإمكانات هائلة قادرة على تقديم نسخة استثنائية من كأس العالم أشهد سموه بالدور البارز الذي تلعبه المملكة العربية السعودية في دفع عجلة التطور في المجال الرياضي على المستوى الدولي مؤكدا أن هذا الإنجاز يبرز الجهود المغلزة التي تبدل لتعزيز مكانة المنطقة في المشهد الرياضي العالمي متمن ينسموه للمملكة العربية السعودية الشقيقة كل التوفيق والنجاح في استعداداتها لتنظيم هذا الحدث الرياضي الضخم بما يرسق مكانتها الرياضية على الساحة الدولية موسيقى